السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بجميع المشاهدين في هذا الفيديو سنقدم لكم ان شاء الله طاجين ديال اللوبيا البيضاء بضلع ديال المعز كي يجي طاجين رائع وكي يجي بنين وغادي تشوفوا الطريقة كيفاش كنحيد منه اللي غاز يعني الناس اللي كيشكوا من اللي غاز وكيأكل لك ما كان قدروش ناكلوا اللوبيا بهالطريقة غادي ياكلوها وما غاديش ادرهم رهالطريقة مجربة جربوها وغادي ترضو لي الخبار ما تخافوش من هبتاتا كناخدوها كاللوبيا اما كان بيتوها ليلة كاملة مرتبة اما كاناخدوها غير هكك يعني لنسيناها ولا عجتنا الفكرة كاناخدوها كذك ذكاللوبيا هكك بقى يابس هكا وكنغسلوها وننقوها وكنجيبو هكا الطنجرة ديال الضغط ونديروه في قلبها واحد الميكا ديال الكونجيلاتور وكنبدأ نهز هذيك اللوبيا ونديرها تسمى في قلب هذيك الميكا باش غادي نسد عليها بعد ما غادي نخوي عليها المغليان كنكونوا موجدين واحد البقراش ديال المغليان وغادي نخوي عليها يعني في قلب هذيك الميكا نتمنى الطريقة تكون واضحة نترون كيف ما كانت شوفوا يعني كناخد المغليان ونخويها عليها هذيك اللوبيا اللي ديرها في قلب الميكا صافي غا نسد عليها ونخليها على الاقل واحد ساعة ديال الميكا وهنا مني دستاها خويتها هنا في هاد الإناء بيض أنا تعمت من خويها هكا في ايناء بيض باش تشوفوا الصفورية ديال اللي قاز كيفاش كتخرج يعني هذوك اللي قاز يعني به هالطريقة كيخرجونا من اللوبيا به هالطريقة ديال المغليان طريقة مجربة ونتمنى نتجربوها وغادي تردو علي الخبار ان شاء الله يعني هكا ما تخافوش من اللوبيا باتاتا صافي غادي ناخدها ونعود لها الغسيل هذك اللي مضروري غادي نصفيه نحيدو ونغسلها مزيان وغادي نديرها هكا في الطنجرة ديال الضغ صافي هنا كنكون نقيتها كيف ما قلت لكم غا نجيب ضلعات ديال الماعز غادي نديرهم مع هاد اللوبيا بالنسبة لكمية ديرو القدر اللي بغيتو يعني أنا درت هكا يا هاد القدر هذا مع اللوبيا غادي نجيب اللبصلة بالنسبة لبصلة دائما أنا كي يعجبني هكا في القطاني كان ندير اللبصلة بزايد لأن اللبصلة كتجي مهمة في القطاني كتبننها وكتجيب المرقى يعني ما كتجيبش تاك المرقى مميعة كتجي المرقى خاترة كتجي وقفة وكنناخد هكا واحد دريس ديال تومة اللي غادي نقشره ندوزو هكا في الحكاكة بالنسبة لتومة ما تكتروش أنا دائما يعني في الأطباق اللي كان دير فيهم التومة ما كان كترش التومة ما شيب ضرورة تجي الريحة ديالها طاغية يعني كان ديروا واحد يعني واحد دريس لأنه إلا جسر ريحة طاغية كي يجي الطيب كله كيتشابه بالنسبة هنا يعني للتوابيل درت الملحة درت غير شوية دلملح في الأول باش كتطيب لنا ودرت مع القصغرات سكين جبير ومع القصغرات ديال اللي بزارلك حل وغدي نجيب مع القصغرات ديال اللي خرقو حتى هي غدي نضيفها وغدي نجيب البابريكا أو التحميرة يعني حتى هي ضرورة في هذا الطواجن هذا سوف يوغن نخوي الزيت هنا غدي ندير غيز الزيت العادية يعني ما غديش ندير هنا زيت العود في الآخر حتى غدي نضيفها وكان نضيف شوية ديال ما كيف ما كنقول لكم دائما باش ما كتتحرقش لنا للعطرية لأن هاد يعني هاد الطواجن غدي نقليه يعني وخا قطنية غدي نقليها لأنها معها كتجي هي بنينة تلقطنية من كنقلي وكت جي بنينة بالإضافة لها الضليعة ضروري خصوهم يتشحروا مع العطرية باش كي شربونا هديك العطرية كنخليها كفوق النار كتشحر عاد غدي نمرق عليها بالنسبة للملحة علش أنا قلت لكم ديروا الملحة غي شوية باش كتطيب لنا القطاني بغية وباش عو تاني حتى لأن الكتير من ناس كي يقول لك كنطيبها من السوسة بك يديروش يعني الملحة بتاتا أنا ضد هاد الفكرة كندير شوية دي الملحة يعني كتطيب على هديك البنة دي الملحة وفي نفس الوقت ما كنكترش باش كتطيب لي القطنية دي علي سافي مني كنسدع لها كنراقبها هكا المهم هدي الفتحة لولا فتحت عليها بعد ما دخلها الطياب غدي نديرها شيء إضافات غنجيب ماطيشة دي الحك وماطيشة العادية محكوكة حبة دي الماطيشة محكوكة وماطيشة دي الحك وغدي نضيف المعدنوس هنا في هاد الطاشنجي اللوبيا البيضاء كنزيد لها المعدنوس ما كنديرش القصبور كنضيف هنا غير المعدنوس سافي وغدي نزيد المابارد دقيما القطاني مني تكونوا غدي تضيفوا لها الماء ضيفوا المابارد يعني ما تضيفوش المغليان لأن المابارد هو اللي كيصدمها وكيخليها أن هات زيت طيب ضغية والحر كيبقى اختياري كيف مشته ضفت هنا شوية دي الزيت العود ولكن منسيت ما صورتاش ضروري من زيت العود فهذا المرحلة هادي لأن هذه المرحلة الأخيرة غنسد عليها واحد سديدة حتى توقف يعني نحسو بيها طابت غادي نفتحوا عليها ونشوفوها واش هي هاديك من المرقاة من الملحة نضيفو الملحة كنسحوا الضوق وغادي تشوفو ان شاء الله الطبق دينا مني كيوجد كييجي عليها تشكل هذا هكا كنستخدق الطلاعات في الوسط ويدك اللوبيا مع الجنيبات بحال هكا نتمنى ان شاء الله الطبقين لإعجابكم وتعجبكم الفكرة كيفاش حيط لي غاز من اللوبيا كل شيء ان شاء الله غضية كلها بس حول هنا والسلامة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة